وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله قد وصل في وقت سابق إلى القاهرة وكان في مقدمة مستقبل سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي فخامة عدف التحسيس رئيس جمهورية مصر العربية ورحب فخامة الرئيس المصري خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار رحب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان والوفد المرافق وتبادلات تهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ووفدن يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل انهيان وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين